من المباراة لتنهي على كل أمال أينو عايزة أبدأ معاك الجندة لو فكروا إيه اللي حصل فيه لا هو الجندة يعني ما يتنسيش طول العمر انت عارف دايما كنت راجع من إصابة ومستر منو الجوزية كان بالي فترة ومستر منو يعني فضل لهو ما لعبنيش بدري من أول مباراة ونزلت في الآخر والحمد لله ربنا كرامني أول مباراة لك لا 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 الناس كانت فاكرة لدي أول كمه لها بعد ما جدت نادي الأهلي من الزمالي لكن أنا لعبت قبلها مباريات أهلي كتير والمباراة دي بقى هي اللي في الأزهان انت عارف يا كابتن دايما ماتشاط الأهلي والزمالك هي اللي بتفضل عند الناس في الزكيرة يعني ما بتتنسيش وخصوصا اللعيب اللي بيجيب هدف الوطن العربي كله بيتفرج على المباراة دي مباراة كمة فرقتين كبار فطبيعي الناس كلها دايما بتفتكر الأهداف بتاعت مباراة الكمة فأنا كنت من اللعيبة المحظوظة للحمد لله ربنا كرامني وجبت في يوم الأيام هدف وكان هدف حلو وببطولة كانت سوبر المصري فالحد دلوقتي والله أنا ماشي دايما في أي حتة الناس ما بتنسيش يعني طبعا طبعا بس أتمنى للناس بقى دلوقتي اللي لسه كنا بنكلمة بلاها اللعيبة دلوقتي تشوت يعني الواحد بيبقى حزين لما كابتن إسلام بتعطي تفرج على تسعين دية واللعيبة ما بتشوتش والواحد كان دايما بيدور على فرصة كرة دي صعبة الحاجات اللي بتبقى على الطير دي بتبقى أصعب من لما الكرة بتبقى على الأرض لكن أنا بتكلم على التسديد بشكل عام انت بتوع التسعين دية ما فيش واحد حتى بيشوت شوتها وهي بتبقى موهبة من عند ربنا لكن يمكنها قولتها قبل كده من ساعة قينه حسن عبد الرب وما بطله ما حدش بيشوت خلاص كان الأول لازم في كل نادي أو في كل فريق تلاقي واحد بيشوت كويس أو رجله تقيلة دايما المدير الفني بتاع الفرق التانية بيبقى حتى في المحاضرة بيبقى عامل حسابه اللي لازم يبقى فيه ركابة مثلا على فلان أو كده عشان ما يسددش من بعيد دلوقتي بتوعى تتفرج المباراة كاملة ما حدش بيشوت رغم اللي فيه متشات كتيرة ممكن تخلص من تزديدة يعني تفك التكتل الدفاعي بتاع الفرق التانية فده حل من الحلول اللي هو يخلص مباراة ومع ذلك بتحس اللعيبة قليل جدا لما بتشوت طيب داخل النادي الأهلي أو خلال هذه الفترة مين اللي ممكن يعمل كده بكرة في مباراة بكرة في وجهة نظرك يعني سلية عمر السلية بيشوت بس على فترات أفشى لما بتجيله فرصة بيشوت بس هو عايز يعني يركز يوجه رجله بس يعني فيه دايما لعيبة بتشوت وخلاص لأ أنا لما بشوت بوجه رجلي حتى دايما تلاقي الموزيع أو يقولك ده رجله مظبوطة فالشوت ده أنواع فيه واحد أسهل حاجة اللي أنا شوت الكرة وخلاص وبتطلع تغمب في الساعة ايه زي ما بتيجي لكن إنك تشوت وتوجه ده الأصعب فهي بتبقى في الأول وفي الأخر موهبة من عند ربنا وانت كابتن إسلام كنت موجود وعارف اللي مستر مانور دايما كان بيركز على على الحاجات دي بعد التمرين مظبوط لما بيشوف مثلا أنا عندي لعيب مثلا بيسادد كويس كان دايما ياخدنا بعد التمرين لما تشوت خلاص خمستاشر كورة بعد التدريب بحيث اللي لما تجيلك في المباراة بتبقى أنت متمرن عليها فأتمنى بكرا اللي إحنا نشوف قفشة يشوت ديانجي يشوت السولية يشوت يعني دايما لعيب نص الملعب عشان بيبقى جاي من تحت مش مراكب وبعدين بتلاقي الجمة فتوحه قدامه فأنت بيبقى عندك مرونة أو سهولة أنك تسدد بس هل اختيار الموضوع الشوت نفسه ده أصعى صعب؟ آه طبعا صعب بس هو اللي مش متعود عليه بيبقى صعب بالنسبة له لكن إحنا كنا الحمدلله أو أنا عشان كنت بحب دايما الشوت وبسدد من بعيد وحتى أنا كل أهدافي كلها من بعيد فأنا عشان كنت بحب التزديد والحمدلله كان ربنا بيوفقني وبجيب أهداف كتير منها فأنا كان بالنسبة لي موضوع عادي كنت ما بسدق أتلاقيهم على كورة دلوقتي تبقى بتفرج بتتجنن الكورة على التمنتاشر ومتوضبة ومتصلحة وعلى طبق من دهب زي ما بيقولوا وتلاقي العيب يروح مباصي ها طب انت خايف ليه؟ شوت ما تشوت يمكن تلبس معك بلغة الكورة وتصيط نفسك التصويب ده كابتن الإسلام تصيط في الأول و في الأخ اللي نفعني ما نحاف دفندر مش كل هافض دفندر بتشوت نعم اللي خلى اسم حسني عبدالربه كبير اللي هو أحرز أهداف كتير صح مع أنه هو مش راس حربة مش فرون لكن بيسدد كتير معتاز زين هو أعلم في دماغ الناس عشان كل أهدافي من بعيد فالناس خدت اللي انت دايما تشوت فالحاجات دي بتصيط اللعب فليه اللعيبة دلوقتي ما بتشوتش هو ده السوائر طيب رؤيتك الفنية أبدأ معك على طور رؤيتك الفنية لمباراة بكرة مباراة كبيرة أحسن فريتين في أفريقيا الوطن العربي كله بيتفرج عليها كنت أتمنى اللي استادي بقى مليان مئة ألف هو اللي بيدي المباراة يعني شكله وطعم الجمهور لكن إن شاء الله نتفرج على مباراة كبيرة يعني أتمنى اللي النادي الأهلي بكرة يبقى في حالته اللعيبة تبقى مركزة خصوصا بعد الخسارة اللي فاتت لكن أنا عارف ومجرب اللي اللعبت النادي الأهلي لما بتركز ويعني بعد هقول مطب أو دروب اللي فات بتاع المباراة وبتاع البيرامدز أعتقد اللي هم إن شاء الله هيكون مركزين وهم قفلين على نفسهم الفترة اللي فاتت دي وفي المعسكر كمان ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه اللي أنت لما بتشوت حتى لو شوت اثنين ثلاثة أربعة على الأقل واحدة فيهم هتيجي جوني فدايما اللعيبة تركز اللي هي دايما تشوت فإن شاء الله أنا متوقع اللعبة نادي الأهلي بكرة هيكونوا رجالة وهيفرحوا جمهورهم إن شاء الله على الجانب الآخر بقى نادي الزمالك شايف نادي الزمالك إزاي خلال هذه نادي الزمالك بصراحة الفترة اللي فاتت دي ماشي بشكل كويس نعم والميزة كمان اللي الراجل بيلعب كبير صغير كلهم عندهم هدف واحد وهو المكسب حتى لما بيبقوا متأخرين شوية كلنا شفنا في ميورات المحلة كان عندهم الشراسة الهجومية اللي هم عايزين يكسبه فدي هي اللي بتميز نتزة مالك السنة دي اللي هو بينزل عنده هدف واحد بس هو المكسب فعشان كده ربنا بيكرمهم اللعيبة كلها مركزة كبير صغير كل الناس الراجل ما عندهش حد كبير ولا اسم ولا نجم كلنا شفنا يوسف قسامة بينزل سيف جعفر اي حد بينزل بيقدي فبصراحة عشان برضو نديهم حقاهم لا اهم هم مركزين ومشيين بشكل كويس الفترة دي فانا متوقع ان شاء الله احنا هنشوف بكرة مباراة كبيرة ليه باسم الفريتين طيب الفترة الأخيرة تحديدا المباريات اللي خدها سوارش خلال التلت مباريات الأخيرة هل تخليه يضع يده على أهم نقاط أو على نقاط القوة والضعف اللي موجودة في فريق الأهلي بنسبة كام من وجهة نظرك؟ بص اعتقد قبل كده هو جي من الدار للنار يا كابتر هو يمكن كلنا اول مباراة شوفنا حتى لسه مش حافظ أسماء اللعيبة يعني هو جي قبله بـ 48 ساعة ولعب مباراة كان حتى واقف على الخط بورقة مش عارف لسه الأسماء فهو كل يوم بيزيد من اللي هو يتعرف على اللعيبة ويتعرف على الدور المصري بشكل عام ويحفظ اللعيبة ويحفظ كل اللعيبة ايه مميزاته ايه عيوبه فهو واحدة واحدة هياخد على اللعيبة دي فاحنا عشان يعني ما نحكمش عليه او نتصرع في الحكم عليه على الاقل نسيبه عشر مباراة وبعدين نحكم عليه لكن كلنا شوفنا في مباراة في يوتشر الناس كلها تفقلت بيه الضغط اللمسة الوحدة بيلعب بلمسة ولعبة بالكتير اللعيبة كلها كانت فيئة وفورمة في المباراة دي فالناس متفقلة مع الراجل يعني البعض الاخر طبعا بعد مباراة بيرامدز لا مش هينفع والراجل ده يمشي والراجل ده لسه مش شايفين منه حاجة احنا هنا يا كابتن اسلام عندنا بنتعامل بالقطعة الجمهور دايما متسرع فلو اينو كسب مش ممكن يكون قلم مثل هذا الكلام احنا بكلم بشكل عام اه لكن احنا احنا بمصر كابتن اينو كسب يبقى حسن مدارف في الدنيا اينو خسر يبقى اوحش مدارف في الدنيا بس انا بتكلم على النقطة دي تحديدا هو كل ما قيل خلال هذه الفترة اللي فاتت عن ريكاردو سوارش معروف هو متقلم من مين حتى الاعلامين اللي طالعين يقولوه النادي ايه وبيكراه لكن اللي فاهم بيقول اللي احنا بنقوله دلوقتي اللي هو لازم الراجل على اقل 10 ا 15 مباراة عشان ياخد على اللعيبة ويعرف مميزاتهم ايه واحدة واحدة اعتقد لما ياخد عليهم ويعرف كل واحد سماته ايه وبيمتاز بايه وكل واحد الحالة البدنية بتاع اللعيب ايه وخصوصا اللي اللعيبة كابتن دي ما بتريحش خالص انت دخل في المسم الثالث على التوالي ما بتريحش احنا الدور الوحيد اللي اللي في العالم كله شغال الناس كلها اللي بيصيف واللي بيرايح وده طبيعي في لعيب كورة الجدم اللي هو لازم ياخد هدنة بعد المسم بعد المسم شوك انت بقى لك تلت مواسم متتالية ما بتريحش فاللعيبة دي برضو مهلكة وخصوصا اللي انت كمان هتنهي السنة دي في 38 وبعدين شوية هتروح الداخل مش هتلحق شهر بكتين شهر ونصر وما بياخدوش كمان يا كابتن المدة دي فحرام برضو اللعيبة دي مجهده اللعيبة دي برضو نفسها تريح نفسها تسافر نفسها تقضي وقت مع مع أسرهم فده طبيعي زي لعيبة أوروبا كلنا بنشوف في الفترة دي لازم ده طبيعي يعني فانا انا عايز اقوله اللعيبة دي استهلكت يعني الفترة اللي فاتت لكن برضو هما رجالة وانا متوقع ان شاء الله اللي هما يفوقوا تاني يعني الدوافع اللي يعملها سوارش عشان مباراة بكرة بما انك بتقول ان احنا نستنى عشر مباراة لكن طيب انا بكرة عندي مباراة نهائية وامام نادي الزمالك يعني ايه الدوافع اللي انا ممكن اعملها عشان اكسب هذه المباراة الدوافع هو اعتقد يعني هو كمدير فني عايز ياخد بطولة مع النادي الاهلي هو عارف كلمة النادي الاهلي ايه واكيد الناس كلها مكلمينه قبل ما ييجي مصر وعارف النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة خلي بالك برضه كابتن هو والغاية دلوقتي ملعبش في وسط مئة ألف مشافش جمهور الاهلي الحقيقي يعني ده لما يلعب مثلا افريقيا ولا ماتش كم مثلا كبير بجمهور هيشوف قيمة النادي الاهلي وهيشوف جمهور النادي الاهلي الحقيقي كل ده مشافش لسه الجمهور فهو عايز ياخد بطولة عايز يثبت نفسه هو الراجل لسه برضه بقاله ثلاث في مصر او لعبهم فهو الراجل برضه عايز يثبت عند جمهور النادي الاهلي وعند الإعلام وعنده وعنده فهو برضه عايز يعمل حاجة لنفسه لذاته فهيقولك بالنسبة لي لما اخد بطولة انا لسه جاي برضه يعني تحسب له فهو رقم واحد هو مركز اللي هو عايز يعمل حاجة لي اعتقد فدي هتفرق معه جدا في مشواره التدريبة مع النادي الاهلي فتمنى ان شاء الله اللي هو بكرة يكون موفق ويكون يومه في التشكيل في التغييرات في كل حاجة انا متوقع كمان للعيبة بعد خسارة بيرامتز اعتقد اللي هم هيبقوا نازلين يعني هيجزوا على سنانهم وده مش جديد على لعيبة النادي الاهلي كلنا اللي عبنا في النادي الاهلي ومجربين اللي انت لما في مباراة بقع فيها او بتعادل او بخسر بتلاقي دايما النادي الاهلي بيعرف يقوم بسرعة فلعيبة النادي الاهلي كلنا واسكين فيها ان شاء الله بكرة يقدوا مباراة كبيرة ويكسبوا وزي ما بقولك دي هتفرق كمان مع المدير الفني هتدي له ثقة اكبر و اكبر عند الجمهور طبعا على اقل هيعرف اشتغل فترة جاي بارتيحة طيب ايه اللي من وجهة نظرك برضو خلال الايام اللي فاتت ايه اللي ممكن سوارش يركز عليه علشان مباراة بكرة مع اللاعبين اكيد هو طبعا هو القضر واحد بالحالة بتاعتهم الفنية والبدانية هيشوف نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك اكيد اتفرج على مباراة للنادي الزمالك من خلال كمان التلات مباراة اللي هو لعيبهم مع النادي الاهلي اكيد برضو حطي ايده على بعض النقاط اللي يقدر يشتغل عليها فاكيد هو برضو الرجل ومعه فريق عمل كامل ده برضو بيسهله حاجات كتير جدا سواء محل اداء او كل الناس دي بتساعده فبتدي له معلومات كافية بحيث اللي هو يعرف يشتغل فانا متوقع بكرة اللي هو هيبقى رقم واحد عنده لا بديل عن الفوز وخصوصا اللي دي بطولة واول بطولة اللي هي هتكون مع النادي الاهلي فانا زي ما بقول لك كابتن اسلام هو الرقم واحد بكرة هينزل يكسب وهيبقى ضغط من اول دقيقة بحيث اللي هو على اقل يقدر نتز ملك وهو اللي هدف ضغط من اول دقيقة ولا عشان حالة الاجهاد اللي موجودة الاجهاد العام اللي احنا عما تلعب 75 مباراة في الموسم اعتقد عدد كبير موسم ما بين دولي وافريقي ومحلي وكسين لا قصص كتيرة يعني لكن في النهاية 75 مبارا اعتقد كتير قوي انه يقدر يبقى ضغط على الفريق الاخر من زمالك يعني من بدري هو يا كابتن لو عايز فعلا يكسب وعايز يبدر نتز ملك او يفاجئ نتز ملك من بدري اعتقد اللي هو هيلعب من فوق هيلعب ضغط من فوق ضغط عالي وهو كمان عنده اللعيبة والامكانيات اللي هي تقدر تعمل دي وكلنا شفنا في مباراة خمسة تلاتة مع نتز ملك لما النادي الاهلي مع موسماني ضغط من الاول اعتقد اللي هو هدف وكسب واحد واثنين فالمباراة الاهلي والزمالك وحضرك عارفة كابتن لو لعبت المباراة كتيرة دايما بتبقى مفتوحة غير لما مثلا بلعب فرقة صغيرة شوية فبتلعب طبيع على النادي الاهلي زوم من الاول عارف قيمة النادي الاهلي لكن مباراة الاهلي والزمالك دايما بتلاقي فيها مساحات فاللعيبة بتلعب بارتيحة ما بيبقاش فيها الضغط اللي هو زي ما بلعب فرقة مثلا صغيرة شوية فاعتقد اللي هو لو عمل ضغط عالي من فوق من بداية المباراة ممكن اللي هو يحرز عدف بدري يمكن بيقابله برضو سوارش سوق حظ خلال هذه الفترة باصابة حسين الشحات وباصابة طاهر غير ان هو جاي على اصابة اكرم وعمار محمود وحيد محمود وحيد عدد كبير من الاصابات كيف يتعامل معها في ضل ضغط المباريات برضو ما انت كل ثلاثة اربعة ايام بتلعب مباراة ما هو هيعمل ايه هو جاي على الوضع الحالي فانت كمدير فني كبير ومسك نادي زي النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا لازم تتأكلم على الوضع اللي موجود هو ده امر واقع بس حاجة تانية خالص بقى اللي طول عمرنا عارفين النادي الاهلي عنده قايمة كبيرة ليه قايمة كبيرة عشان معروف النادي الاهلي بالذات بيلعب في كذا بطوله طبيعا اللي انت بيبع عندك يعني لعيبة كتيرة جدا فاي حد بيغيب واي حد بيلبس شرط النادي الاهلي طبيعا اللي هو بيقدي وكلنا شفنا لما كوكا لعب قد بشكل كويس لما كريم فؤاد لعب قد بشكل كويس لما محمود وحيد لعب بديل العالم علول قد بشكل كويس فالنادي الاهلي دايما مع احترامي مش بيوقف على حد لا النادي الاهلي ماشي في طريق معروف هو عارف بيعمل ايه فعنده لعيبة ايا كان من اللي يلعب لكن هو في الاول وفي الاخر انت اسمك النادي الاهلي فبغض نظر عن مين موجود او مين مش موجود في نفس الوقت برضو وفي نفس الاطار كيف يمكن ان يستفيد الجهاز الفني من للنادي الاهلي من خسارة بيراميدز سواء نفسيا او فنيا طبعا هي مباراة يعني تقيلة ومباراة كما خصوصا يعني لا تقل اهمية على النادي الزمالك وخصوصا البيراميدز في المنافسة وفي المنافسة بكوة كمان وهو دلوقتي المركز التاني فالغاية لما النادي الاهلي يلعب بلمسي مؤجلين لكن على الأ aproxim Breathe طبيعي للنادي الاهلي دلوقتي لما يتغلي mat المباراة اللي فاتت أكيداشين vezدل ان شاينا عارفة عشان لو فردت في حالة كما تفريد قد تبعد خطوة اللو أría فأنا متوقع إن شاء الله اللي البداية تكون من بكرة يعني كل لعابة النادي الأهلي وبشكل عام تعرفين الخسارة jangan جزالة الجمهور فطبيعاً للعيبة بكرة من كان يجب طобыلاً للأط Horabelle حالي قبل ما أرجع لبطولة الدوري ومنافية الدوري كان على أغلالة بكرة صالح جمهوري صالح جمهوري بكرة ببطولة الكاس فطيعان اللي بكرة لعابة النادي الأهلي إن شاء الله أستكون مركزة وقت صالح إذا ما بقول لك الجمهوري قبل ما نكمل كلامنا خليني أسألك عن بيرسي تاو إيه رأيك في بيرسي تاو خلال هذه الفترة عارفناه مصاب لكن في الفترة اللي لعبها يعني من ساعة ما جاء هو يعني هو وميكسوني كلنا عارفين المسلماني هو اللي كان جايبهم ميكسوني يمكن أنا قلت من أول يوم هو مش عارف يتأقلم على لسه مش عارف ولكن بيرسي تاو أعتقد نوات أقلم لا يبقى أحرص أهداف بس بحس برضو اللي هو مباراة مباراة مستوى مش ثابت وهو دا اللي مخلي ممكن من الإصابات بس هو دا اللي مخلي حتى جمهور نادي الأهل يا كابتن مش قادر يعني يعني يصك فيه بشكل كبير كلنا شوفنا خلال أما محترفين جوم يعني ولما بيغيب نص الملعب يفتقدوا فهو عمل رصيدة عند جمهور نادي الأهل لسه بيرستاو ما عملش كده عند جمهور النادي الاهلي. اعتقد لو مش بشكل كويس. رغم ان بدايته كانت جيدة جدا مع عينو. يعني بدايته كانت كويسة لكن بعدها هو رجع. الاصابة. اه الاصابة. فهو لسه ما اثبتش نفسه عند جمهور النادي الاهلي. عكس اليو ديانج. فاتمنى اللي هو يرجع طبعا بسرعة. وعنده مدرب جديد لازم يثبت نفسه. وخصوصا اللي انت بترعب في نادي كبير وفيه في مكانك ناس كتير. لو العيب بيتصاب كتير. او انت مش قادر تثبت نفسك للنادي والجمهور. اعتقد ان انت ممكن يستغنوا عنك في اي وقت. فعليه اللي هو يركز افضل من كده. وعليه اللي هو لازم يثبت نفسه عند جمهور النادي الاهلي وعند إدارة النادي الاهلي. طيب. على الجانب الاخر برضو. يعني بكرة هي المباراة صعبة وكل حاجة. ولكن في النهاية هي مباراة بطولة. لا تقدر الله خسارة او هيبقى مكسب ان شاء الله. لا يعني في حالة المكسب ان شاء الله بكرة. كيف ترى توجه بقى النادي الاهلي خلال الفترة اللي بعد كده. يعني السوارش هيبقى بيتعامل اعتقد بهدوء اكتر. اللعيبة نفسها تهدى شوية. على الرغم من ان هم هيخلصوا عندهم ماتش الحد. سواء كده ولا كده يعني. هو سواء كده او كده هم مضغوطين. ويلعبوا مبارات متتالية كل 3 يام او كل 4 يام بيلعبوا مبارات. بكرة دي بالذات خصوصا اللي انت بتلاعب المنافس ليك. فكلنا عارفين اللي النادي الاهلي ونادي زمالك هم ابطال مصر او ابطال افريقيا. فاي مباراة ليهم بغض النظر عن مين الاول او مين التاني دي بتبقى مباراة. ليه هتقوس تانية خالص بعيد عن المنافسة. فهتفرق عند العب تنادي الاهلي جدا نفسيا ومعنويا. عشان تقدر تكمل الفترة اللي جاية. لو قدر الله حصل اي حاجة غير المكسب. مع خسارة البرامد زي المباراة اللي فاتت. فهيبقى يعني الخسايا المتتالية هتفق يعني. مش عارف اجيبها لك ازاي بس هتفرق معهم كتير قوي. وفي حالة المكسب برضه تفرق معهم بس ايجابي بقى. فأتمنى ان شاء الله اللي هي تبقى خلينا في الجانب الايجابي. يعني مش عايزة اتكلم على الخسارة لكن خلينا اتكلم في الجانب الايجابي. اللي هتفرق معهم كتير جدا جدا. وهتفرق مع المدير الفني كتير جدا في التعامل مع اللعيبة. مع الجمهور بيسبت نفسه مع الجمهور. فهتلاقي الموضوع مختلف تماما في حالة المكسب. وهتفرق معهم زي ما بقولك يا كابتن. فلما يرجعوا يلعبوا مباراتهم الحد على طول. هتبقى لسه كاسبان بطولة بطولة كاسب مصر. فهتديهم دفع معناوية جمدة جدا. اه يعني انت من وجهة نظرك ان المكسب حودينا لنواحي اجابية كثيرة جدا. اه طبعا. على الجانب الاخر لو لا قدر الله حصل حاجة. ولكن دائما يكون الفارق ما بين النادي الاهلي وبين اي حد تانين انت. حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجة توقف بسرعة. هذا البطل. دائما النادي الاهلي او الفرق الكبيرة كابتن. الشطرة انك تقوم بسرعة. لكن الحاجة السلبية انك لما بتخسر بترعد بقى ايه. الهزايم تبقى متتالية. لكن دائما النادي الاهلي بيفوق على طول. ودي ميزة فيه. فاتمنى ان شاء الله لبكرة. اللي دي تبقى القومة بتاعته. او الفوائم بتاعه بعد مبارات برامز. خلاص مبارات برامز. اي فرقة في الدنيا بتخسر. برشلونة بيخسر. ليفربول ما هو بيخسر. فطبيعا النادي الاهلي مفيش حد بيكسب على طول. ولا بيخسر على طول. بس هي الشطارة اللي انت تقف على طول. فاتمنى المبارات بكرة. انا عارف اللي هي مبارات قيلة. بعد مبارات برامز ويات قيلة برضو. فهو حظ النادي الاهلي. حظ النادي الاهلي اللي هو عنده مباراتين تقال. برامز في الزمالك. وزمالك بفتولة. فهي دي سمات البطل دائما. وكلنا عاصقين وفي ظهر النادي الاهلي اللي هو فعلا تبقى بكرة هي دي القومة بتاعته. الفواءان بتاعه يكون من خلال مبارات بكرة. ومبارات ببطولة. مش بتلاتة بنت بس دي مبارات ببطولة. فهتفرق جامد جدا مع المدير الفني. وهتفرق مع العيد. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن بيرسي تاو. وبعد كده فاصل. وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ومع النجم معتزين. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. انا بستقرب جدا من بعض الحاجات اللي انا بقراها على السوشال ميديا واحنا عادين كده. فقاريت خبر بيقول لك. اسل الاهلي مكسبش الزمالك بقاله 12 سنة في كاس مصر. طيب يعني اللي يقرأ الخبر يقول ايه. طبعا هو خبر يعني اللي حاطت هذا الخبر او اللي عاملين هذا الخبر معروف انتباقهم يعني. لكن هم عاملين الخبر ده عشان يقولوا ان الاهلي مكسبش الزمالك. وان الاهلي بكرا هيتغلب اول الكلام ده كده زي ما بقوله لحضراتكم. لكن الموضوع ابسط من كده. طب تخيل حضرتك. الاهلي والزمالك لعبه كام ماتش في ال 12 سنة في كاس مصر. اللي يسمع كده يقول مثلا لعبه 12 مباراة. لعبه 10 مباريات. لعبه 9 مباريات. لعبه 7. لعبه 6. لعبه 5. لعبه حضرتك. هم لعبه مباراتين بس. وما كانوش على استاد القاهرة. فجماعة يعني الحقيقة الواحد بنشوف اخبار غريبة جدا بتطلع. احنا عارفين مصادرها ايه وبتطلع من ايه. بس انا الخبر ده استفزني جدا. حبيت بس ان انا اتكلم عنه. انه برضو اعتقد وجودك دلوقتي في نادي النصر شيء جيد جدا. وتطور في رحلتك خلال الفترة السابقة. من قطاع النشئين في النادي الاهلي. وبعد كده روحت مسكت نادي. وبعد كده نادي النصر من الفرق. اللي دايما بتبقى قريبة من الصعود للدوري الدرجة الاولى. مع كابتن ياسر ادوان كمدير فني. وحضرتك كمدرب عام. طبعا شرف ليه اللي انا موجود في نادي الناصر كابتن. يمكن زي ما حضرتك قلت. انا كان بقى لي خمس سنين في النادي الاهلي في قطاع النشئين. خدت خبرات ومسكت فرق كتيرة. وبعدين مسكت نادي الشهداء كمدير فني. وبعدين روحت زد مع كابتن سامير كامونس الموسم اللي فات. وبعدين الكابتن ياسر ادوان بقى. يعني ده اخويك كبير وبحبه جدا. وهو بيحبني كدا. واشتغلنا مع بعض قبل كده في النادي الاهلي. فبصراحة الراجل لما طلب مني. ما ما اقدرش اقول له لأ. عشان انا بحبه على المستوى الشخصي. فروحت ومسكت الحمد لله مدارب عام مع نادي الناصر. بتمنى التوفيق. والناس محترمة جدا. بشكر الدكتورة عمرها بحق رئيس النادي. كابتن رحيم مدير الكورة. كابتن يوسف محل الأداء. كل الجاز يعني مش عايزة انسى حد. كابتن ميدو حازم كل المساعدين. ناس كما في الاحترام. عندهم هدف واحد وهو الصعود. وانت عارف حضراك اللي نادي الناصر لعب قبل كده. وصعد في الدور الممتاز مع كابتن سادي دعيد. فاتمنى ان شاء الله اللي يبقى موسم ناجح لينا. نقدر نعمل حاجة ونخدم نادي الناصر. وتكون خطوة كويسة لها في حياتي التدريبية. ما هو قادم يعني ان شاء الله. وخصوصا كمان لما بتشتهل في جهاز محترم. وجهاز كله بيحب بعض. وبيقود الجهاز طبعا الكابتن ياسر ردوان من الشخصات المحترمة جدا جدا في مجال الكورة. وبيكبر الناس بتوعه كمان. فبصراحة الراجل لما كلمني ما قدرش اقول له لا. حابب من خلال حضراتك. كابتن اشكر كابتن سامير كامونة على الفترة اللي فاتت. لانا كنت ماسك معاه برضو في نادي زد. مع كابتن وليد صلاح الدين. وكابتن هيسم حسين. الناس دي بجد ناس محترمة جدا. ونجوم. وانا بتشرف وبتعلم. انا بتعلم منهم كلهم كابتن كبار وكابتني. فاتمنى ان شاء الله اللي اكون اضافة لنادي الناصر. ونقدر نعمل حاجة سنادي ونصعد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب. من وجهة نظرك وجود اتنين مديرين فنيين ببرتغال برا على الخط. في مباراة بكرة اهلي وزمالك. هل ده يؤثر بشكل ايجابي ولا سلبي من وجهة نظرك؟ دي مباراة بينهم. دي مباراة خاصة بينهم. هو مرة بفريرة كسب ومرة ريكاردو كسب. هو كل واحد بقى عايز ايه؟ انا اللي ياخد بنت على التاني يعني. وكل واحد عايز بقى يبقى في بلده. انا اللي كسبت التاني. يعني فيما كابتن دي بتبقى منافسة بينهم. على فكرة الاجانب عندهم. يعني عندهم تحدي كبير جدا. اللي ما يعرفش الاجانب. فهو برضو بيبقى عايز هناك في وسط اهله وبلده. لا انا اللي تفوقت. انا اللي كسبت. فدي مباراة على الخطوط غير المباراة في الملعب جوه يعني. لكن ان شاء الله السوارش هو اللي يكسب. وهو اللي يحقق البطولة بكرة ان شاء الله. فهي مباراة كبيرة. والاتنين مدربين كبار. والاتنين محظوظين. اللي هم مسكين اكبر ناديين في افريقيا كمان. فلا اتمنى ان شاء الله بكرة التوفيه للنادي الاهلي. ويقدي مباراة كويسة. ويكون المدرب بتاعنا هو التوفيه معايا كمان إن شاء الله. طيب أهم سمات الكرة البرتغالية. تقعدت فترة مع الكرة البرتغالية. سواء معنات الاهلي تحديدا في معامل والجوزية. وكمان في انجادة. في انجادة طبعا في زمانك ببرتغالية. ويعني اتمرنت كتير مع برتغاليين. بس هم دايما عندهم الجديد. دايما عندهم القضيد بتاع الكرة. دايما بيتواروا من نفسهم. دايما بيشوفوا ايه الجديد اللي في الكرة. وعايزين يطبقوا وعايزين ينفذوه. دايما غيرين على فرقتهم. دايما بيحب اللي هو يكسب. في مدربين دايما كابتن بتبقى هامدانة. اللي هو يكسب ماتش وتلاقيه أربعة يخسر. لا هم مش كده البرتغاليين. فهو ده كمان اللي مخلي اللي في الدور المصري. في مدربين كتير برتغاليين. يعني فاركو عنده برتغالي. النهاردة المنتخب جاب مدرب برتغالي. الزمالك فريرا. يعني نسكة. يعني البرتغاليين كتير في مصر. فإيه اللي بيخلينا نروح للمدرسة دي. اللي هم دايما نكحين. فأتمنى إن شاء الله لهم. تحس اللي إحنا خلاص بينا أولاد عم. يعني إحنا وهم يعني. فأتمنى إن شاء الله لهم ربنا يكرمهم كل واحد طبعا في ندي. وهم دايما عندهم. زي ما بقول لحضرك. الأبدت دايما بتاع الكورة. ودايما بيتواروا من نفسهم. ودايما بيحبوا المكسب. فهو ده اللي بيفضلهم عن أي مدرسة تانية أو أي بلد تانية. بما إنك كلمت عن روي فيتوريا. هل وجوده بكرة في المباراة إعلانه. أنه أعلن النهاردة أو بعدما أعلن اتحاد كرة القدم عن تقديم روي فيتوريا كمدير فني للمنتخب الوطني. هو بنفسه أعلن عن تواجده بكرة في مباراة الأهل والزمالك. لبدء مرحلة جديدة مع منتخبنا الوطني. هل وجوده حيؤثر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي معرفشي على الفريقين؟ بصا كابتن هو طبيعي طبعا الرجل حظه حلو. هو أول ما يأتي مصر مبارح فالنهاردة يتقدم في المؤتمر صحفي. بكرة يبقى موجود في مباراة كبيرة زي الأهل والزمالك. فهو محظوظ. هو طبيعي مدير فني المنتخب دائما يحضر مباراة كبيرة زي دي. أكبر ناديين طبعا يلعبوا أو أبطال مصر يلعبوا. فلما يبقى المدير الفني كمان موجود ومكاملش 48 ساعة. طبيعي اللي هو لازم يحضر مباراة زي دي. دي بقى بتفرق عند اللعيبة كل واحد طبعا وخصوصا لو أدى تصريح النهاردة. أنا قاريته على السوشيال ميديا. اللي بقى بالمنتخب دائما مفتوح لأي لعيب جديد. كل المديرين الفني. فدايما يقول لك بدي الفرصة. وبتلاقي في الآخر الهيكل بتاع المنتخب. هل سيقعد مع كل المدربين. أول حاجة بتتقال دائما حاجتين. الباب مفتوح. للاعيب. للاعيب. هل سيقعد مع كل المدربين. ولا بنشوف ده ولا بنشوف ده. هل ده يعمل ولا مش يعمل. بس أنا اللي عجبني. نعم دور على صلاح جديد. أه هو قال أنا عايز أعمل صلاح جديد. واللي عجبني كمان اللي هو. عامل خطة أو اتحاد الكرة. وكابتن حزم إمام حتى قالها في الكلمة في المؤتمر اللي إحنا عاملين. إنت بتضحك لأيه. بس قالوا لي. قالوا لي على حاجة لطيفة يعني. فهو عاملين زي حاجة على المدى الطويل. يعني في خلال الأربع سنين كلهم. فهو الرجل عايز يعمل شغل. عايز يعمل منتخب جديد. أو عايز يعمل يطلع لعيبة جديدة. زي ما شفنا كيروش عمر كمال ومحمد عبد منعم. فكل مدرب دي بتحساب له. قال أنا اللي اخترت ده. أو أنا اللي أظهرت مثلا لعيب الفلاني على الساحة الرياضية. فكل واحد بيبع عنده أهداف. فأتمنى إن شاء الله للمدرب الجديد يعمل حاجة لمنتخب. ولازم يبعرف اللي هو ماسك منتخب مصر. منتخب مصر قيمة كبيرة جدا. فأتمنى اللي هو ينجح. فأتمنى اللي هو يروحه جيدة. ما عرفش أنا شفت كده. بصا كابتن أنا ما بحبش بقى. يا إبو كاريز ما إحنا عجبنا كيروش عادي يقوله ده التاريخ والسي في. أنا ما بحب. أنا بالواقع. أنا مش هاد أعيش على الماضي. وما أنت ممكن تجيب بواحد سيفي ومدرب عالمي ويكسر الدنيا كاسم. ويجي يفشل معايا. صح. فأنا معلش أنا ما استفدتش حاجة. يا فرحتي اللي أنا جبت سيفي. يعني أنت برضو مش هتقيمه غير ما تشوفه في الملعب أو بسياراته. أنا مش عايز سيفي. أنا عايز شغل في الملعب. لا بس خلي مدرب يبقى أقل واحد في الدنيا أقل مدرب. بس يجيب لي بطولات. يعمل لي شكل. يقدي. نكسب. نأخد نرجع بقى زمن بطولة أفريقيا. ونرجع أن نكتسح بقى. وده الطبيعي. إحنا عندنا محمد صراح. وعندنا العيبة كبار. وعندنا النيني في أرسنل. فأنت دلوقتي وصلت المرحلة كبيرة جدا من الناس المحترفين. فأنت عندك أسماء منتخب تقيل للناس كلها. كل منتخبات أفريقيا تبع عامل لنا حساب. فأنا مش هفرح بالسيفي. قدم أفرح بالبطولات وشكل منتخب مصر يرجع تاني. يا رب إن شاء الله. طيب. خلنا نروح للتحكيم شوية. بكرة حكم بولندي. حكم له اسمه سيمون. يمكن بعض التقارير الإعلامية قالت أنه كان غاضب من هذا الحكم. بعد إدارته لمباراة ليفر بول وفياريال الأسباني في دورة أبطال أوروبا. النسخة الماضية. كيف ترى اختيار هذا الحكم أو مدرسة البولندية. في التواجد في مثل هذه المباراة المهمة جدا للفريق. هو الراجل قاله يعني أنا سمعتم برضو من السوشيال ميديا. اللي هو تاريخه كويس وحكم مباراة مهمة. والسنة اللي فاتت واللي قبلها. يعني مش مثلا جايبين حكم كان مكسر الدنيا مثلا من أربع خمس سنين. لا يعني حكم مباريات كبيرة جدا. فعنده شخصية بيمتاز بالشخصية. وإحنا هنا عندنا عقدة الخواجه في مصر. خلينا نتكلم بصراحة. لو حكم مصري دائما العيبة تروح عليه. عقدة خواجه إيه ده إحنا بقنا سنتين. ما بيحصلش حاجة. يا راجل ده الفار بيرجع خمس دقايق ورخ. يشوف الأهل يعمل إيه لو حاجة للأهل. إحنا كلنا بنشوف الفار ده في أوروبا أو. هذا الحكم أساسا يعني. اللعيبة ما تروح لهش. وبعدين الفار مفيش عشر ثواني خمستاشر ثانية بالكتير لو حالة فيها جدل. وتلاقيه بيحسب. إحنا بنقعد يعني ممكن واحد مثلا يقوم في الفار أثناء الفار يعمل كوبات شاي. ويرجع إليه. ويرجع إليه برضو لسه الفار ما بدأش. إحنا لسه متأخرين جدا. حتى الراجل اللي جابوه الجديد بتاع اتحاد الكورة. أتمنى اللي هو يعمل طفرة في التحكيم. أتمنى اللي هو يعمل طفرة في التحكيم. وخصوصا أنا كابتن برضو عشان ما نقصوش على الحكام. لا إحنا عندنا عناصر كويسة. طبعا. عندنا يعني بدون ذكر أسماء. عندنا عناصر كويسة. وعندنا حكام كتيرة كويسة. وكلنا شفنا لما إدينا كابتن إبراهيم نور الدين حكم أهل وزمالك نجح. كابتن محمد عادل نجح. كابتن محمد عادل إلي نجح بس في الاحتواء اللي قاله ده. لا أنا بتكلم في مليش دعم التصريح. لكن المباراة لقيت بشكل كويس. لا يا رجل ما خمسة ثلاثة ده طلعت كويسة إزاي. لا بس بصة كابتن في حاجات. لا في حاجات. لا فيه مطشاط ما ينفعش يتقال عليها أن هي طلعت كويسة. خمسة ثلاثة ده تصريح الاحتواء. لا أنا مليش جعب التصريح. هو غلط اللي هو قال التصريح. أنا بتكلم. ماشي طلع ده تصريح كاريسي. طبعا. هو غلطان اللي هو قال كده. ما ينفعش يطلع يتكلم كده. أنا على فكرة مش بقول وأنا مثلا. أيوة يعني إحنا كاسبين. وكريز متود طريق حامد مثلا في هذه المباراة. فأنا بتكلم اللي إيه. إحنا عندنا حكام كويسين. وعندنا عناصر شابة طبعا. وكابتن محمود البنة. حكام هاي. طبعا. فعندنا حكام كويسين. فأتمنى للخبير اللي هو جايبينه. ده يعمل طفرة في التحكيم. وأتمنى اللي إحنا نحاول. يعني دايما نشوف إيه الجديد. دايما ما قومش أعمل شاي وعد ساعتين أستنى الفار. ده أنت كده بتفقد متعة كرة بقدم. فأتمنى إن شاء الله الحاكم بتاع بكرة ده. هو شخصيته قوية. أسمع لو هو شخصيته قوية. حاكم بكرة خلي بالك كمان سريع في إخراج البطاقات الصفراء. والحمراء. ده على اللعيبة بقى. ده بقى مش زيه. هنا بقى واخد اللي اللعيبة بتروح. واللي يمسك إيده. واللي هي. ده ما بيهزرش. أي لعيبة تكلم معي روح مديله على طول. مش عايزك. ولا فيه جهاز بيقوم له على الخط. ولا الاحتياط يقوم. الهرجالة اللي احنا بنشوفها دي. مش هتحصل مع الناس دي. الناس دي ما بيهزروش. فأتمنى بكرة اللي احنا يعني نوري للطائم الحكام اللي جايين. اللي احنا ناس متحدرين. وعندنا برضو من العقلية الكبيرة. زي ما انتم عندكم. ما يجيش بقى يطلع. نلاقي التصريح بعد الماتش. اللي هو. يعني نطلع القطة للبطسان. حكام خليبا ما تتكلمش في هذا الأمر. لكن هو السيفي بتاعه. سيفي قوي. نتمنى ان هو يكون موفق. ما ممكن يبقى سيفي قوي. زي ما حدك قلت. ويبقى مش موفق. أنا عارب. ولكن الاهم ان هو يكون موفق. خليل نطلع نشوف تقرير عن الحكام. وبعد هذا التقرير فاصل. وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن معتزي. موسيقى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين. معتز برضو بكرة. نروح للزمالك شوية. الزمالك عنده مدير فني محترم الحقيقة. بيلعب الفترة اللي فاتت باستراتيجية معينة. قلنا الاول الاستراتيجية اللي بيلعب بيها مستر فيريرا. فييرا خلال الفترة اللي فاتت. وايضا هل بكرة يلعب بنفس هذه الطريقة. ولا قد يفاجئ نادي الأهلي بشيء آخر؟ لا أعتقد ما شابه فيه مفاجئات بالنسبة للنادزة مالك. هو بيلعب بسيستم واحد وطريقة معروفة. وبيعتمد على زيزو وعلى إمام عشور في نص الملعب وبين شرقي. وسيف الدين قدام. فما فيش أعتقد يعني مفاجئات بالنسبة للنادزة مالك. فالأوراق كلها تكون معروفة يعني للنادي الأهلي. لكن هو بيمتاز السنادي بالروح. وعندهم بصراحة يعني إصرار على المكسف كل مباريات. واللعيبة بتاعتهم بتقدي بشكل كويس. والذارة بصراحة معهم. وده يعني دليل على النجاح. لما بيكون في استقرار إداري. بينعكس على اللعيبة في الملعب. فأموا ماشيين بشكل كويس. فأعتقد اللي بكرة مش هيبه فيه مفاجئات للزمالك. والأوراق كلها تكون معروفة هنا. طريق حمد عدم موجوده هيؤثر بشكل سلبي؟ طريق حمد لعيب كبير. لكن الفترة الأخيرة كلها نادزة مالك بيلعب من غير طريق حمد. يعني مع احترامي طبعا هو لعيب كبير وكل حاجة. لكن نادزة مالك أساسي ماشي. الزمالك بيكسب. طريق حمد مش موجود زمالك بيكسب. أبو جبل مش موجود وفي مشاكل عشان تجديد. وكده عواد بيتقلق وبيلعب. والزمالك بيكسب. فما فيش نادي أيا كان. وخصوصا ما يبقى نادي كبير زي الأهلي والزمالك. ما بيقفوش على لعب. فطريق حمد اه لو كان موجود لعيب مهم وكل حاجة. لكن الزمالك دلوقتي بيعتمد على روء أو على إمام عشور. والاتنين ماشيين بشكل كويس. والزمالك زي ما بقولك بيكسب بيهم. فأعتقد يعني لا جديد يعني. هما اللي هيكونوا موجودين. إلى أي مدى فيؤثر محمد الشرناوي وعواد بكرة في المباراة؟ أعتقد اللي اتنين عليهم دور كبير قوي بكرة. اللي اتنين تقال. كل واحد بيوصل لعبته أو لزميله حالة الطمأنينة زي ما بيقولوا. مع أول كرة بيطلع بيمسكها سواء شوطة بيصدها. أو كرة بيطلع يمسكها من كورنر أو كرة عالية. ده بيدي إطمئنان لزميله. بيديهم ثقة في الملعب. فأعتقد اللي بكرة يكون عليهم دور كبير. وخصوصا للشناوي كابتن الفريق كمان. يمكن عواد هو مش كابتن الفريق. لكن بصراحة عواد ماشي بشكل كويس. الفترة اللي فاتت. وهو يمكن النجم الأول أنا شايف في موراة المحلة شايف كذا هدف. شناوي كمان هو كابتن الفريق. فهو دايما اللي بيتكلم معاهم. ودايما اللي بيلمهم. ومن اللعيبة الكبيرة في النادل قالي. فأنا شايف اللي الاثنين عليهم بكرة عامل كبير قوي يعني. طيب هل المباراة دي ممكن تحسيمها ركلات الترجيح. ولا من وجهة نظرك هتخلص قبل كده. أنا من وجهة نظر الشخصية هتخلص قبل كده. هتخلص في الملعب. إمتى بقى تخلص كده. لو الاثنين متخوفين والاثنين ايه. ما بيقابلوش من فوق. ده متحفز وده متحفز. أصحيان مباراة واحدة. 90 دقيقة واحدة. مش مثلا مباراة رايح جاي أو كده. لكن أنا شايف اللي بكرة هيبقى كرة هجومية. ما فيش حد يلعب زون. الفريتين فريتين كبار. زي ما قلت لك في أول الحلقة هيبقى فيه مساحات كبيرة. اللعيبة اللي موجودة على أرض الملعب لعيبة كبيرة. فطرقتهم كرة هجومية. وطرقتهم واضحة. فأنا شايف اللي بكرة هيبقى فيه أهدافي في المباراة. مين من وجهة نظرك سيكون نجم المباراة في الأهلي؟ في الأهلي؟ يعني أنا أتمنى حمدي فتحي والسلية نص الملعب. ولو ديانجليا. عشان دايما أساس نص الملعب في أي فرق لما بيمتلك نص الملعب. بالفرق اللي بتمتلك نص ملعبها هي اللي بيبقى لها الأفضلية. فأنا متوقع بكرة يعني. متوقع اللي حسام حسن بكرة الرجل بيعتمد عليه بشكل كويس. الفترة اللي فاتت ودى له فرصة أكتر من مسماني. وهو بصراحة بيقدي بشكل كويس. وهو فروت كويس. هو بس محتاج هدف يفوقه. فأنا متوقع اللي حسام حسن بكرة لو ربنا كرم وجاب هدف. هتفرق مع الفترة اللي جاء كلها. طيب. أخيرا رسالتك بقى لعبة نادي الأهلي قبل هذه المباراة المهمة. رسالة اليوم اللي هم يعني ربنا يكرمكوا بكرة. المكسب والخسارة دي حاجة بتاعت ربنا. إحنا انتم بتتعبوا وبتقدوا في الملعب. أهم حاجة يعني يبقى البقوا على القلب بعض. طول ما فيه حب هتكسبوا. كونوا رجالة. الجمهور دايما بيدعمكوا. مجلس الأدارة كله في ظهركوا. بغض النظر عن الخسارة اللي فاتت. كابتن محمود الخطيب بنفسه. ودي حاجة كبيرة جدا. اللي هو تنعكس على العيبة اللي يتكلم معاهم. ويعمل اجتماعات معاهم. فكل الناس في ظهركوا. وإحنا معاكم. إن شاء الله ربنا يكرمكوا بكرة. وتصلحوا جمهوركوا عن المباراة اللي فاتت. ودي بقى دي بداية لبطولة الدورة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله شرفت ونوارت يا إنو. إن شاء الله كل التوفيق لنادي الأهلي. حبيب يا كابتن. وإن شاء الله أبارك لحضرتك بكرة بالمكسب. وكل جمهور النادي الأهلي يفرح. ومرة تانية بشكرك على استقبالك لي. وكنت سعيد جدا لما أجد معك. وببقى سعيد أكتر لأنا ببقى موجود في بيتي الكبير النادي الأهلي. ربنا أخليك يا إنو شرفت ونوارت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا غدا. إن شاء الله هذه المباراة المهمة جدا. الكل ينتظر الروح القتالية. الكل ينتظر ماذا سيفعل لعاب النادي الأهلي بعد المباراة بيراميدز الأخيرة. إن شاء الله كل التوفيق لكل اللاعبين. أي 11 يلعبوا بكرة. إحنا بضهركوا. إحنا بنساند وبندعم. وسنظل دائما نساند وندعم. ما تنسوش بكرة إن شاء الله الستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي. حيبقى قبل المباراة بساعتين كل الكواليس ما يحدث قبل بداية هذه المباراة. بيكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم من داخل قناة الأهلي. وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. مع النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي. وضيوفه اللي هيكونوا متواجدين مع بكرة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة.